الكل يريد وقد هذه الثورة المسألة الأساسية ليست فقط حلب نحن نتحدث عن شعب بكامله يعاني منذ خمس سنوات في ظل هذا القصف وهذا التجويع وكل أدوات العقوبات الجماعية التي استخدمها أشرس وأبشع المحتلين على مدار التاريخ استخدمت ضد هذا الشعب السوري ومع ذلك عجزوا عن تركيعه طوال خمس سنوات إذا اعتقدوا أن حلب هي نهاية المطاف فهم واهمون بدأت الثورة شهورا طويلة قبل أن تنضم حلب إليها ولن تنتهي الثورة بنهاية حلب كما قلت دخل الغزاة الأمريكان العراق في أيام قليلة ثم ماذا جرى بعد ذلك وكذلك في أفغانستان خميني لا يعرف هذه الأمة ولا يعرف هذه المنطقة هذه ليست أول غزوة تمر على هذه الأمة وستندحر بإذن الله هذا صراع على ضمير المنطقة على هويتها وسيندحر إن آجلا أو عاجلا وسيدرخ خميني ويصطدم رأسه بالجدار المسدود هذه معركة على هوية هذه المنطقة وعلى هوية هذه الأمة الغالبية هنا لن تستسلم لهذا العدوان الذي تشنه الأقلية عليها هذه حرب طائفية بشعة يشنها خميني أي وكل أدواته على المنطقة وستندحر إن آجلا أو عاجلا المسألة ليست حلب المسألة أكبر من حلب هناك في اليمن وفي العراق وفي سوريا هذه حرب بشعة غرور القوة سول لخميني أن بوسعي أن يستعيد ثارات التاريخ ويحقق معجزة غيره عن تحقيقه هذا لن يحدث تغيير حقائق التاريخ والجغرافية وهم يتلبس عاقل خميني ونصر الله وكل الأدوات هذا لن يحدث على الإطلاق هذه الأمة لن تستسلم نحن لا نقول هذا من باب العزاء وبث الوهم هذه حقيقة قراءة التاريخ وكل وقاعة التاريخ تؤكد ذلك سيدرك هؤلاء آجلا أو عاجلا هذه مسألة محسومة بإذن الله عز وجل وحلب وكل سوريا وكل الأمة ستنتصر على القتلة وسينتصر سيفها على القتلة وسيجلل العار جبينهم وسيدركون عاجلا أو آجلا أنهم شنوا حربا تافهة وعبثية وستنتهي إلى لا شيء وسيندحرون بإذن الله عز وجل